بسم الله الرحمن الرحيم أرسله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاده صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على أصحاب محمد أولئك القوم الذين تركوا أوطانهم وثهونوا بأمالهم وأهليهم وهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجروا معه قاتلوا معهم وبعده فاللهم ارضى عنهم وأرضهم فهم الذين بلغوا هذا الدين لمن جاء بعدهم رضي الله عنهم وأرضاهم وجعلنا جميعا من محبيهم الحريصين على الاقتداء بهم المترضين عنهم وأخذ الله كل من يشنعهم أو يبغضهم وبعد ففي الصحيحين من حديث حذر بن اليمان رضي الله عنه قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر ما خافتا أن يدركني أن يدركني فقلت يا رسول الله كنا في شر فأتان الله بهذا الخير يعني الإسلام فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم فقلت وهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن فقلت وما دخنه قال أناس يستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر قلت وهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم يدعون الناس إليها من أجابه أجابهم قذفوه فيها قال قلت صفهم لنا يا رسول الله قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قال قلت فإن أدركني ذلك قال ارزم إمام المسلمين وجماعتهم وجماعتهم قال إن لم يكن للمسلمين إمام ولا جماعة قال اعتزل تلك الفتن ولو أنت عظ على أصل شجرة حتى يأتيك اليوم المعود هذا الحديث الذي يرويه حنيف رضي الله عنه المخرج الصيحين وغيرهما يبين أصل هذا الخير وما كان يتربص به وأن النبي أخبر أن ما يأتي من خير فيه دخن وبهذا يبين أن المسلم عليه أن يعتني بالأخذ بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم فإنه لما ذكر الفرقة الناجية وسئل عنها قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فما كان عليه النبي والصحابة هو طريق الفرقة الناجية فالمسلم ينبغي أن يكون في غاية الحذر في كل وقت لكن عندما تشتعل نيران والفتن ويرفع الرافعون لرايات الفتنة يمنة ويسرى ويقوم دعاة يدعون أنهم على الهدى ويدعون الناس إلى غير سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ينبغي للمسلم أن يكون دائما الحذر وأن يحرص على التمسك بما جاء في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما بلغه الصحابة فإنهم الذين حملوا هذا الدين عن رسول الله وهو الذين بلغوه لمن جاء بعدهم ولذلك قال رسول الله صلوات الله وسلمه عليه خير الناس يعني بعد الأنبياء والرسل خير الناس القرن الذين بعثت فيهم وهؤلاء الصحابة عموما قال ثم الذين يلونهم أي الذين بعد الصحابة وهؤلاء التابعون تلامذة الصحابة قال ثم الذين يلونهم وهؤلاء تلامذة تلامذة الصحابة فالمسلم ينبغي أن يكون شديد الحرص على معرفة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تلقاه عنه أصحاب رضي الله عنهم الذين شهد لهم النبي بالعدالة والأمان والثقة حيث أخبر أنهم خير الناس بعد الأنبياء والرسل فأحرصيها المسلم ثم أحرص لنفسك بالسؤال عن ما ينفعك وتعاهد نفسك في أيام الجد والاجتهاد وفي أيام الفرص إذا سنحت وفي أيام الساعات التي تصادفها وفي نفسك رغبة في الخير واهتمام للقيام به فلا تؤجل شيئا يمكن أن تقوم به من الخير والسداد واحذر أن تكون دائما التفقد ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يأتي بعد الدعوة الأولى شر وقد وجد شيء من هذا مما حصل بين الصحابة وما صار من الفثن وما خرجت من فرق إما تشيع مقيت وإما غلو في الدين من خمالج ووصف النبي صلى الله عليه وسلم عن آله كله وقال إن يأتي بعد الخير شر ثم يأتي بعد الشر خير وفيه دخل ليس خير النقية فاحذر أيها المسلم وتوثق من نأل نفسك وكلما وجدت نفسك مرتاحا للعمل الصالح فلا تؤخر عمل اليوم إذا أمكن إلى الغد حسب الإمكان ثم إذا أديت العمل احرص على أن تتسور كيفية كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤدي العمل فإن أكمل الناس عملا وأصدقهم قصدا محمد صلى الله وسلم عليه ومن رحمة الله بالعباد بالأمة الإسلامية أن أحوال نبينا صلى الله عليه وسلم لا تخفى على أحد من من يتتبع العلم ويحص على الاطلاع أحواله جميعا مسجلة بأقوال أصحابه رضي الله عنهم وبأقوال أمهات المؤمنين زوجية رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قد يكون يعمله النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة سهجد في الليل وغير ذلك وتعامل مع من معه كل ذلك ولله الحمد صار مسجلا مثبتا ما على طالب العلم إلا أن يحرص على الاطلاع فلتحرص أيها المسلم وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يأتي بعد ذلك الشر الخير المدخول يأتي دعاة على أبواب جهنم وقد كثروا في هذا الزمن فالتح الإنسان محريصا على التواقل لنفسه والحرص على سلوك الطريق الآمن الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم خط 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 مستقيما وخط عن يمينها وشمالها خطوط متعرجة وملتوية فقال هذا الخط المستقيم هذا صراط الله وهذه الخطوط الأخرى هذه السبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو الناس إليها وهذا الشيطان لا يشترط أن يكون من الجن فإن شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا فإن الشيطان قد يكون من الإنس ليس معناها أن لا يرى فإن الشيطان من الإنس المتحرف المتصرف الحريص على ساتر الحقائق وإظهار الباطل وإغواء الناس فليكن المسلم على حذر لا يتلقى إلا من من يثق بتقواه ومخافته لربه جل وعلا وحرصه على التماس العمل الذي يرضي الله جل وعلا ثم التحرص أيها المسلم على اقتنام الفرص ونحن في هذه الأيام في فرص عظيمة ليل يتعاون الناس فيه على كثير من العمل في هذه الصلاوات المباركة ونهار الصيام فيحرص الواحد ثم يتعاهد نفسه في صيامه أن يكون محترما لشعيرة الصيام في ليلة أن يكون محترما المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وليحرص على أن يكون مشاركاً في كل خير يمكنه أن يشارك فيه وإذا قصرت به الحمال وحصل له استغفال أو غفلة أو موانع فليظهر لربه جل وعلا أنه يتمنى لو قدر على الإتيان بما يمكن ولكن لما فاته الأمر يسأل ربه أن يعفو عنه وقد مر علينا ما جاء في الحديث المخرج في الصحيح أن الله لما كتب الحسنات والسيئات فمن هم بحسنة ولو لم يعملها كتبت له حسنة كاملة أكثر من الهمة بالعمل الصالح إن وفقت للقيام به ففضل ساقه الله وإن لم توفق يكتب لك أنك أديت عملاً صالحاً وبعكس ذلك العمل السيء لا يختب على ابن آدم إلا ما يقوم به من العمل السيء إذا هم بالسوء ثم لم يعمل إن تركه عمداً كتب له عمل صالح وإن لم يتركه عمداً وإن لم تتيسر له سبله أو عجز على القيام به فتركه لا يكتب عليه سوء فأكثر من الهمم الطيبة والنوايا الكريمة فيما بينك وبين نفسك ومن بينك وبين الله وإن تيسر لك ما ترغب فيه وما تحرص على القيام به فهذا فضل الله يؤتيه من يشع وإن لم يتيسر فإنك لست على خطأ ولست على حرمان يكتب الله لك كأن ما أديت حسنة إن أديت فعشر مضاعفة أو مئة أو سبعمائة أو ما لا يعلمه لله وهذه الزيادات العالية إنما يجعلها الله كذلك لمن كان إيمانهم قوياً ورغبتهم بطاعة الله لا يحدود له وحرصهم على القيام بأداء فضائل الأعمال تجعلهم يفوزون بأشياء كثيرة فإن كثرة التقرب إلى الله بنوافل العبادات من أسبابي اجتلاب حب الله لعبده والله جل وعلا أكرم الأكرمين إذا أحب عبداً لا يسرقه تتقاذفه الأعداء وتتمزعه المحن والفتن فإن الله قادر على كل شيء وقال إن الله يدافع عن الذين آمنوا فحرصيها المسلم في أيامك هذه ولا يليك على القيام بأحسن ما تستطيع أن تقوم به من الأعمال الصالحة من أعمال لسانية أو في جهن عملي أو بذل بقدر المستطاع أو غير ذلك من الأعمال الصالحة والإكثار من التوبة والاستغفار والإكثار من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وقد مر علينا حديث شكوى الفقراء من قيام الأغنية بالبذل من أموالهم ويشاركون إخوانهم في عباداتهم فدلهم النبي قال أدلكم على ما تسبقون به غيركم ولا يجريكم إلا من يعمل مثل عملكم وأرشدهم إلى التسبيح والتهليل والتكبير بعد كل فريضة هذه الثلاث تقال بعد كل فريضة ثلاثا وثلاثين مرة مجموعها تسع وستون وتسعون كلمة تكمل بلا إله إلا الله وحدنا شرك له تبلغ مئة إذا حافظ عليها الإنسان كتب له خير عظيم فالتحرصيها المسلم في هذا الشهر المبارك الذي هو مجال التسابق مجال التزاحم على طرق الخيرات مجال التناشط لأن الإنسان إذا رأى ناسا يعملون كعمله ناشط للمجاراتهم أو لرغبة سبقهم أو على الأقل مجرد مجاراتهم فاحرصيها المسلم ثم فيما يتعلق لزوم جماعة المسلمين ينبغي للمسلم أن يكون حذرا أشد الحذر من الخروج على الأمة المجتمعة على الحق فليتجنب الدخول فيما لا يعنيه والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيأتي بعده أمر تعرف منهم وتنكر فقالوا كيف نعمل قال أدو الذي عليكم واسأل الله الذي لكم فإن الله سائلهم فاحرصيها المسلم احرص على اتقاني مسيرتك واحرص أن يكون عملك على وفق الصراط المستقيم السنة النبوية التي كان عليها صحابة محمد مع رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ثم كلما شعرت ببتور أو طرأ عليك وسوفة وغير ذلك افزع إلى ذكر الله بادر بقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا باله وأكثر من ذلك فإنك إذا فعلت ذلك أعانك الله جل وعلا ويسر لك الأمور التي تخرج منها بإذن الله ناجحا ناجعا احرصيها المسلم واحرص على أن تعد نفسك أن تكون الليلة القادمة أحسن من ليلتك هذه والتي بعدها تكون أحسن من القادمة وصروع تتقدم ما بين ليلة وأخرى إلى تفوق وتفوق عسى الله جل وعلا أن يكتبك من الذاكرين الله كثيرا الشاكرين لربهم المخلصين له في العمل الراغبين فيما عنده الخائفين من عذابه أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفعده أن يصلح حالنا وحال المسلمين في كل مكان وأن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يعاملنا بعفوه وإحسانه وكرمه وجوده وأن لا يكلنا إلى أعمالنا وأن لا يحوجنا إلى مراجعة غيره جل وعلا في مطالب أمورنا اللهم يا ذا الجلال والإكرام أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين والمنافقين وحمي حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم أمنا في أوطاننا اللهم اجعل بلادنا بلاد مباركة آمنا صالحة للخير بعيدة من الشر وأهله يا مجيب الدعاء اللهم يا إلهنا ومولانا فرج كرب المكروبين من المسلمين وعاجلهم بالفرج فإنك الذي تقدر على كل شيء يا ذا الجلال والإكرام اللهم نفرج كرباتهم وأزل عنهم مكروبهم وقضي على عدوهم ووفقهم للتوبة إليك والصدق في نالك وإخلاص العمل لوجهك الكريم يا مجيب السائلين اللهم عاجلهم في الشام بالفرج بالتوبة إليك والنجاح في الخروج المأزق الذي أدخلهم فيه عدوهم وأنصاره من الكفرة والرافضة والأحزاب السيئة اللهم عاجلهم بالفرج وعاجل العراق مثل ذلك وعاجل البلد التي فيها شيء من الفتن كمصر وليبيا وغير ذلك من البلد الإسلامية اللهم أخرج كل الفتن عنها وأحل محل الفتن الحق والأمن والإيمان يا مجيب السائلين اللهم عاجلهم بفرج منك عاجل وعاجلها اليمن بالخروج من محنتهم ومأزاقهم وقضي على رافضتهم الموجودين فيهم الذين أنعشهم أولئك الرافضة نشاط الصفويين في أيران والأحزاب المؤيدة لأيران اللهم وفق أولئك للخلاص من هذه الطائفة السيئة الكريهة يا مجيب السائلين في أسرع وقت وأحل محلها التعاون على الخير ووفق كل من ينصر عامة أهل اليمن على باطله منهم في الحوثية وفقه يا حي يا قوم لما تحب وترضاه اللهم وفقنا لصالح العمل ووفق ولي أمرنا في هذه المملكة للخير والبركة وصيانة البلاد من الفتن والذنوب والقضاء على المحن والبدع والضلالات وصيانة المجتمع عن أي تخلق يخالف التخلق الإسلامي في الأداب والعادات في أحي يا قيوم والسائر الأمور اللهم وفقه لصالح العمل وشد أزره بطانات صالحة قيمة تخاف الله وترجوه وتحتسب في عمله اللهم وفقه الجميع من يدورنا حوله في العمل إنك وجيب الدعاء وآخر دعوانا أن الحمد للدعي رب العالمين وصلّمه عالمين محمد وعالي وصحبي وسندنا تسليما كثيرا ترجمة نانسي قنقر